ولا شندوشت اسمه تكا ده حين هذا هنا سندوشت ولا شندوست يا ره ما علينا المهم مطعم الطازج يا عيال منزل لنا سندوشت جديد اسمه تكا هم أصلا ليش هم مسميني سندوشت يا ولد يمكن عشان اسمهم وجباتهم وروعة الطعم اللي عندهم تنشف في عقلك اللهم صلي عليك يا رسول الله تشوفون قديش مليان ما شاء الله يا ولد النعمة يا حبدين متخيلين ياخذ الفترة مرة ان الفخامة هذي السندوشت هذا كامل 15 ريال متخيلين انتو وقطع الدجاج اللي جوه ترى مقرمش من برة وطري من جوه حبيبي شي يهني بل هنا والله العظيم شي يهني بل هناك شي تحصل杯 شي يهور خائج شي له SQL موسيقى يح يا ربي لك الحمد انت وش عدرك ما تحمل التطبيق حمل التطبيق يا اخي ترى اسعارهم في التطبيق نفس الاسعار اللي في الفرق وعندهم توصيل وعندهم استلام كيف يعني استلام يا سعيد والله عندك فرق حق الطازل بينك وبين بيتك عشان دقائق تطلب بين التطبيق ترح تستلمها ما فيك حال تروح هو يجيك سول سعيد ابو حنش ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مساء خير كيف حالكم ما بطوي عليكم ندخل في الموضوع على طول تذكرون الساعات حقت قبل رجعت المسابقة بشيركم ركز معي في المسابقة علشان ما تشغلني كل يوم متى متى حلو ابنزل صورة نهاية اليوم قبل ما ارقد ابنزل صورة حلو الصورة بخلي مدتها سبع ايام حلو بعد سبع ايام من يوم انزل الصورة السحب حق الساعتين بيكون وقتها بالاضافة زايدا ان كل يوم بنسحب على ثلاثة بطايع قنون بمية ريال كل يوم من نفس الصورة بنسحب على ثلاثة بطايع قنون كل يوم بعد سبع ايام نسحب على الساعات وش الشروط يا ابو حناش طيب انا كيف اشترك في المسابقة خمس تعليقات حلوة خمس تصويرات يعني تصوير خمس سنابات عشوائية من سناباتي بس بس ما في اسهل من هاكلي صح او لا فالكم التوفيق بالله انكم تشورون علي بغا شاوركم في حاش الى منه جاك تهديد ان في واحدهم بيضربك بياخد بطك لهن يمتد لسانك والواحد هذا انت لازم تروح لها لين حده حلو انت وش بتسوي لو انك مكاني وش بتسوي تتلسلس معه وتزبط العلاقات ولا تروح تندهف وتاخدها بشحمتها وتكمل هاي ادق عليها ذا كاي الرجال ذا كاي وعزة جللت الليلة خرجها من عينك والله مش حتروح شي شي بالسان الرجال ذا كاي ها طبعا شا سوي بذل حلي اخذ المعي بريالين طعمية ولا حق قفول ولا وشا سوي بها الشيطان طب يا اخوان قولوا لا اله الا الله ابروح اصور لكم موكب حلو ولكن ما هو اي موكب ما هو اي موكب ورب البيت ما هو اي موكب انا اوعدك عزيزي المشاهد لاخلي شعر جسمك يوقف من القشعريرة من هولى المنظر اللي انت بتشوفها الان تابعوا السنابات وقلوا سعيد ما قال قلوا سعيد ما قال تابعوا السنابات شوفوا انا بروح بالدباب عشان البلد زحمة مره زحمة يره اتوكلنا على الله ما حبكم في الدنيا لا اله الا الله المهم هذا اقرب تعليق يعني ولكن كلنا احنا تجار انا تاجر وانت وانتي كل كل من يشوف كلنا تجار مع الله سبحانه وتعالى تجارتنا مع من مع الله تجارة ما فيها خسارة هذا الموكب اللي اقول لكم عليه اكثر من خمسة وثلاثين تريلة كلها رايحة ليوم الحجة الاعظم اللي هو يوم عرفة هذه مدة يمينكم هذا عطاءكم اكثر من مليون عبوة موية وكلها في ثلاجات وباردة انا لنا نوريكم واحدة من التريلات وش فيها بسم الله بسم الله هذه هذه الثلاجة مليانة ما شاء الله تبارك الله اكثر من خمسة عشر طبلية موية هذه كلها من جابها من كان السبب في تواجدها بعد الله سبحانه وتعالى انتم مدة يمينكم عطاءكم شكرا حتى يبلغ الشكر ومنتهى معنا واحد من الشباب ابو العبد ابو عابد زميل في التغطية عبدالله معايش تراني بصوره بننزلها ترى من درحين اقول له عبد قصد قصد يا هلو والله الله ازاك خير يا اللهم امين انت برحت ولا لا اصر يا علمي بصر اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد طيب انا قلت تكلمت عن اي اشياء عن فضل الصدقة اعطني حديث كده تارث من عندك لنشوف ثقافتك كيف اول شيء لازم تعرف ان الله سبحانه وتعالى اقسم بهذه العشر مباركات قال والفجر وليالي العشر فالله سبحانه وتعالى ما اقسم بهلا لعظمتها وانا اقول لنفسي ترى واقول لك واقول لكل الناس اللي تسمعنا واشوفنا انه راحت ترى خمس ايام ترى قدنا فاحمي من اياك اطارت بعدك احنا عصريات كيف ترى راحت خمس ايام باقي بس يمكن اربع ايام خلاص داخلنا على يوم عرفة فاسأل الله ان يجعلنا من المقبولين في هذه الايام المباركة والاجتهاد في الاعمال الصالحة زي صدقة السقي الماء يعني هذه افضل الصدقة سقي الماء تخيل ان امرأة زانية بغية دخلت الجنة فاسقت كلب فبالك انك تسقي طيف نضيف الرحمة يعني هنيئ لي ولك كل واحد شارك والله العظيم هنيئ لنا اللهم لك الحب طيب في انا دايما تجين تعليقات نقدر نتبرع ولا خلاص نقدر ولا راح الوقت غلقت علينا كل واحد يقدر يا اخي انا انا اللهم لك الحمد تعيب انا مسكن تبرى الملكة ما قدرت تتبرع ارسلت الرابط للعائلة عادي يعني يجري المشكلة فانت اذا ما قدرت تبرع ارسل للناس ارسل لأي احد يجغلي على ايه وشريك يعتبر في الاجر اتدار على الخير كفاعلي يعني ما فيها شيء واه ملك الحمد الله يكتب وانت تبرع عني طيب يا اخي ها تبرع عني تبرعت تبرعت ما عليكم مني انا حاجة بيني وبين ربي ما عليكم منها اللهم امين اسأل الله العظيم انه لا يحرمكم الاجر ولا يضيع لكم تعب قولوا امين الله امين ابل ننزلكم الرابط وطريقة استخدام الرابط في السنابل الجاي شوفوها تبرعت عن تلك الولي ابو عبد اسلام انت تقول نفسك تبرع عن تلك الولي صح؟ نعم طب هيشف اهنا بس سأسأل ونشوف انت صادقة ولا من جنبها يا قد شكت لا لا ما شكشك فيها ولا حبة لكن اعلمنا بصق كيف تحت ضابط وشي قد عزيزك كده تعلمي بالنظمة ثلاثة نقاط هذه نفس نفس قياحات بتتبرع ان شاء الله هذا اللي جاهل هذا عني وعنك وعن كل شخص أنا بتحضرك مينة طول ان شاء الله طيب بكم بكم علمنا اللهم لك الله يفتبجرك علمت لا رجل خلاص الله انو مالك لي الحمد لله تم التبرع الله يكتب اجرك ان شاء الله بغاية تفش لا بس اشاركتكم بالعجر طيب اسمع غلقنا من امور التغذية الله يكتب اجرنا ونضيها لنا تعلم يا حبيبي ترى انا جايك بالدباب اقسم بالله لباحني العطش لباحني العطش يا اخي باقة الدنيا يا اخي معك سيارة ليش ما جيتم سيارة يا اخي زحمة زحمة تحسب الدنيا مصرحة زيك سر عصير حب حب وقف والله عصير الحب حب الله يسعد روحك شمع يا كشت جاعد اشرب عصير وفيه سكر يا كشت موت بغيظك انت بتكدني بتكدني في النادي انجم على ابنك انت بتكدني في النادي احسن ويعني عادي من عايش كل حياة بلحة حلوة جاعد تنشكه وتبع مني اصحا سلام عليكم كيف حالكم طيبين المهم وانا برا دق علي رقم غريب سلام كيف الحال على الرقمي الخاص سلام كيف الحال بخير راحيك تفضل قال انا مندوب شركة والله مدري وش اسم اول مرس مع الشركة هذه انا مندوب شركة مدري ايش للشحن اذا المهم عندي لك اه ش اسمها عندي شحنة والله مدري وش اسمها يعني بالانجليشي بالانجليشي المهم هذي الشحنة تحسستها تحسستها كد ياسوف ها لا يكون بها ميلة ولا شي ما ما عرفت منيشها المهم خلونا نفط هذا الحين بسم الله الرحمن الرحيم ايش هذا وطف اهلا سعيد لانك جزء من قصة نجاح سناب شات في السعودية حبينا نرسلك هدية رمزية مع هذا الفيديو اللي طفناه كاول حملة السناب في السعودية والله يحكي قصة وعلاقة السعوديين مع سناب شات واستخدامهم اليومي للمنصة تحياتي عبدالله المحمادي توقعنا على السناب هاده الرسالة خيكو جالي جالي من السناب شات يا عيال اوب 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 والله لا خلي كد الناس تذكر اسمك بس لو اتحالف مع ابليس صباح الخير مستغربين ما رقت صح مع اني قبل ما قفت لبت قلت برا حردو جاني اتصال سلام كيف الحال عساك طيب شرق بار يود من زمان عنك هيا تعال انا عازمك على عشب مطعم يقول لي ما في احسن من اهذي مكة قلنا طيب يلا باجيك يوم وصلنا عند المطعم توقع وش طلع المطعم اللي ما في زيه في مكة حق برست شوف الذين قاعدين ناكل بالله هادا المنظر يضر رضيكم الوقت الوقت متأخر بالله فقر رصيف قاعدين ناكل الوقت متأخر والله هلمس احنا هلمس مشردين احنا انا قلت له ياخت ما نستهل على والله هو رب البيت يا اخي اعودك والله لا اعودك والله والله لا اعودك والله لا اعودك طيب ننص ساعة قاعدة اجيب الدباء ننص ساعة ما عليش هينقلع والله ما يسن لك من البرست شوية انت كل من العيش البرست ديه ليانا يلا قال ببسيك خاص خلك لحق واحد قل كل لحمك يلا ما يجي الا بدك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الترجم الى قكو اشتركوا في القناة